ترأس سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة الاجتماع الثاني للمجلس وتمت مناقشة آلية تطوير عمل لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات وذلك من خلال إعداد مقترح لمشروع قرار بشأن تعديل بعض الصلاحيات الخاصة باللجنة على أن يتم التنسيق مع دائرة شؤون البلديات والزراعة لإعداد مشروع القرار ورفعه إلى المجلس التنفيذي لتقرير المناسب بشأنه كما اطلع المجتمعون على مشروع إعداد موازنة المجلس البلدي لعام 2019 وأوصل مجلس بأحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والإدارية وذلك للتدقيق في جميع بنودها والتأكد من مطابقتها ومواكبتها لأعمال العمل البلدية